بعيدا عن أوكرانيا وفي موضوع آخر ثارت تصويت مجلس النواب الباكستاني بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه جدلا في الشرع السياسي بعد مواجهة بين المعارضة والحزب الحاكم بزعمة عمران خان وبانتظار أن يصوت البرلمان على انتخاب رئيس وزراء جديد يتصدر زعيم المعارضة رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية شهباز شريف المشهد وسط ترجحات بانتخابه خلفا لخان على مقعد رئيسة الوزراء فهل انتهت رسميا حقبة عمران خان أم أنه سيلعب أوراق أخيرة لخلط المشهد السياسي في البلاد وهل يستطيع خليفته أيا كان الخروج بباكستان من عنق الزجاجة نتابع مصار سياسي غامض هذا ما ينتظر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بحسب وكالة أسوشييتد بريس بعد أن وافق مجلس النواب بواقع 174 صوتا على حجب الثقة عنه أي أكثر بمقعدين من الأغلبية البسيطة المطلوبة وفي ظل تحميل المعارضة إياه المسؤولية عن ترد الأوضاع الاقتصادية ومعاناة البلاد من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة المحلية خان الذي دعا أنصاره إلى النزول للشوارع احتجاجا على حجب الثقة وجه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة بالعمل خلف الكواليس لإسقاطه على حد تعبيره بسبب استياء واشنطن من سياساته الخارجية والتي غالبا ما كانت تميل إلى الصين وروسيا لكن الولايات المتحدة نفت بشكل قاطع ما زاعم خان الذي انسحب حزبه من البرلمان قبل وقت قصير من التصويت ويبرز على الساحة زعيم حزب الرابط الإسلامي شهباز شريف على رأس منافس خان على مقعد رئاسة الوزراء والذي قدم أوراق ترشحه بالفعل وشهباز شريف هو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى هذا المنصب ثلاث مرات في السابق قبل إقالته في عام 2017 على خلفية قضايا فساد وسجنه ثم إطلاق صراحه بعد سنتين لأسباب طبية وخلافا لشقيقه الأكبر الذي شهدت علاقاته مع معارضيه ومع العسكريين توطرا يعتبر شهباز شريف وبحسب Associated Press مفاوضا أكثر مرونة باستطاعاته أن يعقد تسويات حتى مع أعدائه ويتوقع خبراء في مركز تيمسون بواشنطن أن تظل قاعدة خان الجماهرية مخلصة له في ظل توقعات بمحاولة تمسكه بالبقاء في السلطة الأمر الذي قد يجر البلاد إلى حالة من الانقسام قد تؤدي إلى طرابات سياسية ويرى مراقبون أنه حتى في ظل محاولات تلافي أي انقسامات داخلية فإن شريف حال انتخابه لن يتولى مقاليد السلطة في البلاد قبل أكتوبر من العام 2023 للمزيد ينضم إلينا من ولاد فرجينيا لاري كورب كبير الباحثين في مركز التقدم الأمريكي ومن إسلام أباد كل من أحمد القريشي الصحفي والمحلل السياسي وعلي مهر الباحث والمحلل السياسي مرحبا بكم سيد علي مهر أريد أن أبدأ معك ضيفي من إسلام أباد هل انتهت حقبة إمران خان بسحب الثقابة في تصويت البرلمان هذا اليوم؟ لا فترة إمران خان لم تكن تقتصر فقط على رئاسة الوزراء فترة إمران خان في الحكم أساسا بدأت قبل أكثر من ثمانية سنوات كان حزبه يحكم المنطقة ما تسمى المنطقة الاستراتيجية الخاصة إقليم خبر المجاور لحدود الصين وحدود أفغانستان هذه من ثمانية سنوات وأيضا حكومة إمران خان في إسلام أباد لم تكن هي حكومة حزبه هي كانت حكومة اتلافية فالأحزاب الصغيرة التي كانت متحالفة به طبعا انفصلت وانضمت إلى المعارضة وهذا يحدث في كل العالم الديمقراطيات بهذا الشكل ويمكن أمس أنتم لاحظتم أنه تم نجاح مذكرة حجم الثقة النيابية عن إمران خان فقط بفارق صوتين لو هذين صوتين لا قيمة لها يمكن أن الاثنين ثلاثة لو من أعضاء المعارضة أو الذين وقفوا حاليا بجانب المعارضة لو انقلبوا معنى ذلك أن الحكومة القادمة أيضا تسقط سيد أحمد القريشي أيضا ضيفي من إسلام أباد كيف يمكن أن نصف النصر الذي تم تحقيقه بإبعاد عمران خان من بواجهة السياسة في باكستان نتحدث طبعا عن رئاسة الحكومة نعم هو انتصار كبير لأحزاب المعارضة الباكستانية مشتركة كما هو حدث كبير أيضا بالنسبة لمؤسسات الدولة الباكستانية يعني طبعا هذه أول مرة يتم فيها إخراج رئيس وزراء من السلطة في باكستان في 75 عاما عبر أسلوب ديمقراطي قانوني سليم والمرة الأولى التي تأخذ فيها مؤسسات الدولة الباكستانية زمام المبادرة عادة ما كانت تضطر المؤسسة العسكرية الباكستانية ذات النفوذ طبعا أن تتدخل وتحل مشاكل السياسيين هذه المرة رأينا قضاة المحكمة العليا الباكستانية ورأينا أحزاب المعارضة الباكستانية وأيضا البرلمان الباكستاني يتعاونون جميعا من أجل حل أزمة سياسية طبعا هذا الحل بهذه الطريقة عاد ثقة الكثير من المواطنين الباكستانيين في قدرة مؤسسات دولتهم على الاستمرار يعني لأنه خلال الأيام الماضية مع عرقلة التصويق بحجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان ظهرت تساؤلات حول قدرة الدولة والنظام المؤسسي للدولة على تجاوز هذه الأزمة فهو حدث كبير لا شك طيب من واشنطن سيد لاري كورب تعرف حضرتك بأنه كانت هناك اتهامات من السيد عمران خان إلى الولايات المتحدة بأنه ضغطت باتجاه إبعاده عن الساحة السياسية وعن الحكومة ودعم المعارضة لصحب الثقة وقال بأنه يعني هذا الأمر غير دستوري وغير قانوني ولا يجب التدخل في شؤون باكستان الداخلية الآن كيف تتلقى الولايات المتحدة خبر إبعاد عمران خان وصحب الثقة عن حكومته أعتقد أن واشنطن سعيدة أن هذا تم سلميا كما أشار زميلي النظام الديمقراطي ناجح وخان حاول أن يتلاعب فيه عن طريق حل البرلمان قبل التصويت ولكن المحكمة العليا قالت لا وهذا هو أول حكم تم نتيجة لعملية ديمقراطية وليس الانقلاب الولايات المتحدة سعيدة بذلك ولكن هناك قلق بشأن اقتراب باكستان أكثر إلى الصين وروسيا وطريقة التي تعاملت فيها مع الموقف في أفغانستان ولكن بشكل عام ولأن باكستان دولة نووية وأيضا هي ثاني أكبر دولة إسلامية في العالم نحن سعداء أن هذا تم سلميا ونتطلع إلى الانتخابات القادمة وسيد لاري كورب ماذا عن الاتهامات التي كان يسوقها عمران خان إلى الولايات المتحدة بأنها هي بالفعل من دعمت المعارضة وكانت تريد إخراجه من الحكومة وتغيير النظام في باكستان أعتقد أنه لا يوجد أساس لذلك هو فقد ثقة الجيش وكان هذا شيئا أساسيا هم الذين ساعدوا في وضعه في السلطة في 2018 ثم كانت تضخم وأزمة كوفيد وأشياء كثيرة ليس لها علاقة بالولايات المتحدة ولا يمكن أن نكون متأكدين أن خليفته شريف سيكون مختلفا من ناحية العلاقة مع الولايات المتحدة سيد مهر علي الآن الخطوة المقبلة بالنسبة لسيد عمران خان وكذلك للأحزاب التي ما زالت معه بالفعل هل اتخاذ جانب المعارضة أم أن هناك أوراق أخرى يستطيع خان اللعب بها في هذه الأوقات لا الورق الوهيد هذا التدخل الخارجي والأمريكي ما يسمى هذا ورق رابح في باكستان وخاصة المناطق التي يسكن بها الفصيلة البشتون بشتون باكستان وبشتون أفغانستان تقليديا وطاريخيا هم يعتبرون الولايات المتحدة عدوا فهذه الورقة أكيد يفيد عمران خان أكثر فأكثر وهناك تخفف موجود في أوساط المعارضة أن أي انتخابات مقبلة يمكن أن عمران خان يعود للسلطة أما ما يتعلق بمصداقية هذه الاتهامات فمثل ما سمعت الآن من الباحث الأمريكي الحديث فأنا متأكد أن البلايات المتحدة كانت مستاءة من إمران خان لأن إمران خان كان يهتم بالصين أكثر وجميع القروض والدعم المادي من الصين والبلايات المتحدة والغرب مستاءة لأنهم يريدون أن باكستان دائما تكون أمامهم ودائما هي تكون مضغوطة من خلال القروض والدعم الأمريكي والغربي الآن باكستان وجد خيار آخر نعم ورقة أن الولايات المتحدة هي التي وقفت وراء تغيير عمران خان كيف سيستفيد عمران خان من هذه الورقة خصوصا لقومية البشتون المتواجدين كما قلت حضرتك في باكستان وكذلك في أفغانستان هل سيحشد الشارع به بهذا الاتجاه ماذا؟ نعم نعم البشتون الموجودين في باكستان وفي أفغانستان يعتبرون أمريكا عدو رقم واحد تاريخيا ليس فقط إمران خان في انتخابات عام 2002 الأحزاب الإسلامية توحدت ضد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان فهذه الأحزاب فازت في الانتخابات نتيجة هذا الورق ونفس الشيء إمران خان ونحن لاحظنا اليوم وأمس أن هناك مظاهرات ضخمة تضامنا مع الإمران خان نتيجة هذا الورق سيد أحمد القريشي كيف يمكن بالفعل استخدام هذه الورقة التي يشير إليها ضيفي سيد مهر علي في الشارع وتحشير الشارع باعتبار أن ما قاله عمران خان بأن هناك تدخل من الولايات المتحدة لتغييره سيثير الشارع وربما يثير عواطفهم أيضا رئيس الوزراء السابق عمران خان استخدم ورقة الدين وأمريكا لتغطية على فشله في الأداء الحكومي وكان يعلم بأن وقت التصويت يقترب وأن احتمالات خروجه من السلطة عبر تصويت برلماني كبيرة جدا فخرج بهذه النظرية نظرية المؤامرة لكن دعني أيضا نقول بأنه حدث التطور مهم كبير جدا خلال الأسابيع الماضية حول هذه النقطة من ناحية خروج الأحزاب السياسية الباكستانية الرئيسية لتنتقد رئيس الوزراء السابق عمران خان حول تصريحاته ضد الولايات المتحدة الأمريكية فمعظم الأحزاب السياسية الباكستانية الرئيسية بما في ذلك حزب جمعية علماء الإسلام وهو حزب ديني خرجوا ينتقدون تصريحات رئيس الوزراء عمران خان فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودافعوا عن علاقات باكستان مع الغرب هذا تطور كبير لم يحصل سابقا حقيقة لا أتذكر أنا في تاريخ السياسي الباكستاني الحديث أن خرجت الأحزاب الرئيسية تنتقد رئيس الوزراء لانتقاده دول الغرب وهناك الآن فهم أكبر في الشارع السياسي الباكستاني لضرورة أن تكون لباكستان علاقات متوازنة وقوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعني انطلاقا مما تقول سيد أحمد القريشي هل الورقة التي أثارها قبل قليل لضيفي أيضا سيد مهر علي بأن سيحشد الشارع للحديث عن الولايات المتحدة البشتون يعتبرون الولايات المتحدة العدول أكبر مثل هذه الأحزاب الإسلامية في باكستان التي تنتقد عمران خان لانتقاده الغرب هل سيكون هناك تأثير في الشارع عمليا على هذه الجزئية الحديث عن هذه الجزئية أنا شخصيا رأيي بأنه علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان سينجح عمران خان في استخدام هذه الورقة كلام الأستاذ علي مهر صحيح تاريخيا استخدم بعض السياسين الباكستانيين هذه الورقة أمريكا والدين لحشد الشارع ضد أمريكا لكن هذه المرة هل سينجح عمران خان في ذلك هذا السؤال أعتقد ننتظر الإجابة عليه ولنرى كيف سيقوم عمران خان بذلك سيد لاري كوربة بالنسبة للبديل المتوقع لعمران خان لا أحد يعلم حتى الآن ولكن الأخبار تتحدث عن شهباز شريف شقيق رئيس الحكومة الأسبق نواز شريف هل هناك أي ملاحظات من الجانب الأمريكي حول هذه الشخصية أو إذا كانت ربما تعرف شخصيات أخرى مقترحة الآن في باكستان أعتقد أن الولايات المتحدة ستبقى بعيدة عن الانتخابات نريد علاقات جيدة مع باكستان والأمر يعود للشعب الباكستاني كي يقرر من يدير البلاد وإذا شريف فاز أو خان فاز في الانتخابات مرة أخرى فمن الواضح أننا سنتعامل معهم لدينا خلافات وهناك أشياء نحتاج أن نعمل عليها مع باكستان باكستان دولة نووية نريد التأكد وهناك أدلة على أنهم ساعدوا كوريا الشمالية في الحصول على السلاح النووي لا نريد أن يكون هناك انتشار آخر للأسلحة النووية ولا نريد أن نرى حروب أو نزاع بين باكستان والهند وبالتالي أعتقد أن ما نود أن نراه هو حكومة في باكستان يدعمها شعب باكستان وتحاول أن تفعل ما هو جيد لباكستان بدلا من الاهتمام بأنفسهم وإغناء أنفسهم أي أعضاء الحكومة كما فعلت حكومات سابقة أو أن يسيطر الجيش على السلطة ويقوض الديمقراطية شكرا جزيلا على هذه المشاركة ضيفي من برجينيا لاري كورب كمير الباحثين في مركز التقدم الأمريكي ومن إسلام آباد كل من أحمد القريشي الصخفي والمحلل السياسي وعلي مهر الباحث والمحلل السياسي شكرا لكم جميعا